دكتور عمر دراج حياك الله نستأنف هذه المسيرة تقريبا نحن الآن وصلنا إلى السنوات الأولى من الألفية الجديدة وربما 2004 السنة التي استلم فيها سيد محمد مهدي عاكف رحمة الله عليه منصب المرشد العام كانت ربما انطلاقة من نوع خاص في العمل الإخواني والسياسي نبدأ من هذه الفترة نعم هي قموما الفترة دي كانت فترة ثلية وخصبة جدا وكان بتشهد تحول نوعي الحقيقة في طبيعة العمل السياسي الموجود في مصر احنا اولا من خلال نادي عضاها التدريس زي ما ذكرت الحياة في الحلقات الماضية كان عندنا أنشطة كثيرة من خلال اللجنة الشؤون العامة والإعلام في تنظيم ندوات وحضرات بتعالج الشأن العام كله يعني لكن احنا من ضمن الأشياء أيضا اللي كنا بنهدف فيها هو تفعيل قعدة أكبر من أساسة الجامعات في التصدي لمشاكل اللي بتواجه مصر بشكل عام والقضايا الإصلاح المختلفة بصرف النظر عن التوجهات السياسية أو الإيديولوجية يعني هذا لم يكن نشاطة نخوانين ولكنه نشاط عام وده دي زي ما قلت الحقيقة دي كانت طبيعة نشاطنا في نادي عضاها التدريس بشكل عام فالحقيقة أنا أسست في عام 2002 منتدى لأساسة الجامعات سميناه منتدى جامعيون من أجل الإصلاح وبدأ من جامعة القاهرة ونضم لي أساسة كتير الحقيقة من جامعة وقتلزة أما من إصلاح التعليمي بشكل عام وطبعا بدايته أن نظرنا فيه التعليم الجامعي وقضايا وكده وقوانين المتعلقة به وقضية الأولى اللي إحنا مهتمين بها أو مهنيا يعني موجودين بها لكن هي الفكرة أصلا أن نحن بنتكلم عن أساسة الجامعات من تخصصات مختلفة جميع التخصصات وتقاط مهدرة يعني نتكلم على عشرات الآلاف من أساسة الجامعات طبعا مش كلهم متفاعلين لكن أكيد هنجد المئات منهم ممكن يشكلوا دولة في حد ذاتهم وطبعا بمختلف التخصصات والمهارات الموجودة أنت ممكن تقدم بلو برينت يعني خطة متكاملة لإصلاح البلد هذا هو كان الحال الغرض أنه هناك جمود في الإصلاح هناك تأخر في جميع الملفات وفي جمود أصلا أيضا على المستوى السياسي يعني لا يحدث الشيء وبالتالي طيب خلينا نحن كمتخصصين نحاول نحن نجتمع مع بعض ونستفيد بتخصصاتنا ونستفيد يعني علاقتنا وخبراتنا نحن نقدم تصورات الحلول لهذه المشكلات أي من كان بقى سيتبنى هذه الحلول لأنه محدش بيشتغل على هذا الموضوع والحقيقة الموضوع ده يعني لقى نجاح جيد ونضم ليه عدد كبير من أساس جماعات من جماعات مختلفة وعملنا على يعني ملفات كثيرة جدا كان أولها طبعا التعليم الجامعي وثم دخلنا فيه أمور أخرى يعني كثير ده كان واستمر الحقيقة لغاية يمكن ما أنا تركت العمل في النادي كان أيضا في هذا الوقت فيه قضايا مهمة جدا على المستوى حتى المستوى الأمة وخصوصا انتفاضة الأقصى اللي كانت بدأت فيه عام 2000 ويهي طبعا كانت قضية متفاعل بيها الناس في مصر بشكل كبير والجامعات على وجه خاص فإحنا في النادي دخلنا في الموضوع ده بقوة عملنا مؤتمرات وندوات يعني استطفنا في محطات مختلفة مثلا الدكتور محمود الزهار كان في زيارة لمصر فاستطفناه كان الدكتور شيخ يوسف القرضاوي طبعا مرة أذكر وعمل مؤتمر كبير جدا على هذا الموضوع وآخرين ومن ضمن الأمور أيضا اللي أنا اهتمت بها في هذا الوقت أنا كنت شفت في أحد البرامج الدكتور سلمان أبو ستة يعني ما كنتش عرفه قبل كده وكان بيتحدث عن حق العودة وأنا يعني لفت نظري الحاجة اللي لفت نظري إنه الدكتور سلمان هو أصلا أستاذ هندسة مدنية أستاذ جميعي وأستاذ هندسة مدنية اللي هو نفس تخصصي والحقيقة الحلقة دي أنا أبهرتني اللي أنا شفتها كانت مع الأستاذ أحمد منصور وانبهرت بالطريقة اللي عرض بها موضوع حق العودة والمعلومات اللي أعطاها والتوسيق اللي كان مصاحب ديها أنا شخصيا اهتمت بهذا الموضوع وبدأت أبحث فيه وأقرأ عنه بكثرة وندوات وحاجات لغاية ما حتى طلعت كتاب من خلال النادي من خلال نشاط النادي يعني عن موضوع حق العودة باختصار لأنه فيه أمور كثيرة الشخص العادي يعني ممكن بيتفاعل مثلا مع الانتفاضة لما شاف مثلا مشهد محمد الدرة هو بيقتل أو يعني لكن قضية فلسطين بشكل عام فيه مفاهيم كثيرة مغلوطة والإعلام كان بيدفع في تكريسها القضايا بقى زي الفلسطين موما باعوا أرضهم وحاجات من هذا النوع فاحنا كنا بنوضح ده وبنوضح موضوع حق العودة وأهميته والجميل اللي كان في طرح دكتور سلمان أنه بيبين ده حق أنه ده موضوع ممكن وواقعي يعني مش وهم زي ما الصهينة بيحاولوا يروجوا يعني وكان بيقول أنه ممكن الناس ترجع فعلا للأماكن اللي هم تركوها وأثبت أنه أن معظم القرى التي أفرغت من سكانها في عام 1942 ما تزال أماكنها وإن طمست آثارها إلا أن أماكنها ما تزال موجودة نعم صحيح لأنه معظم الاستيطان اللي حصل في الفلسطين اللي حضر للـ 48 كانت على الساحل وبعيدة عن فأنا الموضوع ده عجبني طريقة علمية جميلة وبعدين قابلت بقى دكتور سلمان لما كان في زيارة لمصر الحقيقة كان أظن في حاجة في قولية الصادق العلوم السياسي وكان هو بالنسبة لي شخصية ملهمة الحقيقة للموضوع ده تحديدا فده مثل برضو مثال أيضا للأنشطة اللي إحنا كنا نشاكلين فيها من خلال ده ومن خلال بقى انخراطي بقوة في العمل العام نقدر نسميه بشكل أو بأخر عمل سياسي مجتمعي لأنه هو بيتكلم على قضايا الوطن لكن لأنه نظرا لعدم وجود أحزاب زي ما ذكرت هذا كان المجال الوحيد للعمل فمن ضمن اللي كنت بشوفهم بقى كتير ساعتها كانوا ضيوف دائمين مثلا دكتور عصام الأريان عندنا في النادي وطبعا آخرين من اتجاهات مختلفة بس أنا أتكلم مع دكتور عصام تحديدا لأنه هو كان بيقول لي والله إحنا إيه ما وكويس أنت عندك خبرات كتيرة وطيف واسع من الأراء فخلينا برضو نحاول نستفيد بهذا الكلام في أننا نطرح رؤى وكده وكان أظن لكل في أنه يعمل وحدة سياسية وحدة صغيرة كده لأنها بتناقش الشؤون العامة يعني من خلال القسم السياسي وأنا زي موقع تحيك أنا مكنش منخرط فيه يعني الهيكل التنظيمي بشكل يعني العمل كله كان من خلال النادي فدي كانت يمكن أول مرة الواحد يحتك بمستويات حتى قيادية في الجماعة من خلال تقديم النصح وبعض الدراسات لهو مثلا إزاي ممكن الإخوان تشارك فيه عملية الإصلاح وتدفع بيها وتقدم رؤية وحاجات من هذا الأمر يعني وصاحب ده بقى واكب ده كان تولي المرحوم الشهيد محمد مهدي عاكف رحمة الله عليه تولى منصب المرشد العام للإخوان والحقيقة هذا الحدث أو هذا التولي أحدث نقلة نوعية في توجهات الجماعة ناحية العام والعمل السياسي هو الأستاذ عاكف رحمة الله عليه كان راجل منفتح جدا برضو قضى أوقات كثيرة في الخارج رغم أنه قضى كثير في السجن صحيح لكن هو يعني كان من الناس اللي قعدوا في ميونيك فترة طويلة وغير كده وبالتالي يعني برضو طبيعته منفتحة لا يخشى في الله لو ما تلائم ما عندوش مشكلة في أن هو يعبر عن الأراء بشكل واضح وصريح طالما احنا منتكلم على يعني كفاح سلمي مدني سياسي للتغيير وده كان أول مرة يعني ده كان بشكل مختلف شوية عن التوجهات اللي كانت سايدة في الجماعة بعدم التصدي بشكل كبير قوي للقضايا للقضايا السياسية إلا من خلال بعض الترشيح مثلا في مجلس الشعب أو كده بأعداد يعني قليلة كان ساعتها أنا أذكر في مجلس الشعب في أظن سبعتاشر واحد حاجة بهذه الحدود يعني من الإخوان كانوا أعضاء في مجلس الشعب كان منه مثلا دكتور محمد جمال حشمت أنا أذكر كان من النواب البارزين اللي دخلوا في الفترة دي فأستاذ عاكف فتح وبعين في نفس الوقت كان فيه استعداد واضح إن البلد كانت بدأت تدخل في حالة من رفض الإغلاق المجال بهذا الشكل فكان فيه موجة من هذا التوجه وكان نشأت في الوقت ده حركة كفاية فالواحد كان بيتفاعل مع هذه الأمور كلها طبعا نتيجة اقترابي من دكتور عصام وتقديم النصحة في المجالات المختلفة كان حدث في هذا الوقت الأستاذ عاكف متحمس وكان هو كان يعني بيصير أنه هو المتحدث باسم الجماعة وبالتالي كان كتير بيدي أحاديث صحفية ومؤتمرات صحفية وكده وحدث في بعض الأحيان نتيجة أنه هو حماسه الزيادة قال بعض الأمور اللي هي ممكن تكون فهمت أو فصلت بشكل خطأ يعني فكان اقتراح يعني تم اقتراح أنه طب ليه ما نحاولش إن إحنا طالما أنت أستاذ مهدي عاكف حضرتك متحدث باسم الجماعة تحتاج نوع من أنواع الإيه يعني الإرشاد والتوجيه والتأهيل في ما يتعلق بهذه النصح الشهادة لله الحقيقة يعني لم نجد من الأستاذ عاكف إلا كل استجابة ويعني تجاوب إيجابي مع هذا الاختراح فحاجة بنعمل إيه كانت حاجة بسيطة جدا كنا بنيجي يعني مثلا ثلاث أشخاص أو كده كان ساعتها مثلا دكتور جمال نصار كان سكرتير الأستاذ بورشت في هذا الوقت وكان وأنا وحد تاني لما يبقى فيه مؤتمر صحفي أو حاجة فبنوعد إحنا نعمل إن إحنا صحفيين وبيناعمل الريهيرسل زي ما بيسموه أو يعني فإحنا بنوعد نسأل نوجه أسئلة شديدة جدا وحدتك قلت طب إزاي يعني إيه يعني بنلعب هذا الدور بحيث إن هو نزنقه نضعه في وضع إن هو يبقى إيه فهو بيكون قريدي جاهز والحقيقة هو طب يا بقى عملتوني زي نقتوني ومش عارب بمتهى يعني اللطف لكن كان فعلا كان بيعني لا يستنكف إطلاقا هو في هذه السن تذلك الوقت كان في السبعينيات من عمره يعني وكان بيستفيد بنوعده عنده حرج إن الناس أدوا أولاده يحاول يواجهه في توجيه يعني يعني إزاي الخطاب يكون أكثر ملاءمة وسياسية للموضوع فدر أفكر هذه الفترة فكانت فترة الحقيقة ثارية جدا بالنسبالي في كل المجالات سواء في النادي أو مع الأستاذ عاكف في المخلال الوحدة السياسية صاحب ده بقى زيادة ارتفاع وطيرة الحراك بشكل متصعد وبالذات فيه أوائل 2005 بدأت دعوات للتظاهر وطبعا إحنا عشان نوضح للشباب اللي هو موجود الوقت اللي هو تعود على مشاهد التظاهر يعني امتلاء الميادين وكلام ده بعد ثورة يناير إحنا كنا بنتكلم لو مثلا نزل ميت واحد الشارع يعني حاجة كبيرة آه نصر مبين يعني وفتح جلل ومرة أنا فاكر يمكن فيه أوائل مايو 2005 كان فيه مظاهرة عند نقابة المحامين في وسط القاهرة مش حالف كان فيه ألفين واحد أو تلتلاف واحد فدي كانت بقى حاجة غير مسبوقة يعني في تاريخ والأمن كان عدده أكبر حتى من المتظاهرين يعني فده كان سمت لكن كان بدأ أنه إيه أنه فيه حالة من حالة هذا الموقف في الوقت ده حدث هاي المظاهرات في تلك الفترة مين اللي كان ننظمها كفاية؟ كفاية كانت بتقوم ببعض المظاهرات بس ما كانش عددها كبيرة يعني كفاية كانت حركة نغبوية أكتر والحقيقة كان لها دور مهم جدا فيه أنها بتكسر حاجز الخوف من الأجهزة الأمنية في اللوجود في الشارع وكان فيه شخصيات الحقيقة يعني قامات تعالية جدا زي مثلا مرحوم الدكتور عبدوهاب الميسيري مثلا يعني راجل مفكر يعني الصورة الذهنية عنه هو راجل مفكر عميق بيتكلم فيه أمور يعني بيقلف موسوعات وحاجات من هذا النوع وليه طبعا عمق فكري كبير جدا وينزل في مظاهرات بيهتفوا وهو في هذا السن يعني وفي مرة حتى تعرض لاعتداء من أحد جنود الأمن يعني وعدد آخر من الناس بيمثلوا اتجاهات مختلفة يعني فاكل موانسة أبو العيلة ماضي وآخرين أنا مش حابب أذكر أسباها لأنه حنسة يعني فما فيش داعي لكن الحقيقة كانت بتحاول دايما يعني الحركة منها تكسر هذا الحالس لكن الأعداد اللي كانت أكبر شوية كان الإخوان طبعا هم اللي بنظم هم اللي عندهم الأعداد أولا اللي ممكن توفر هذا العدد ثانيا يعني يعني في شوية استبياع في الموضوع يعني الواحد نازل وعارف أنه ممكن يلوكى القبض عليه ممكن يعني فبتجرب بقى إيه إنك تنزل ومفيش يعني يفيش مشكلة مقارنة طب من الناس العادين اللي كان بنسبة لهم الكلام ده جديد يعني كان حتى يعدوا من قدام المظاهرات ربنا معاك ومش عارف إيه وفتاعه لكن إيه محدش محدش يعني كان الغرض إنه نختبر برضه هل الناس حتتتجاوم مع ده حتتتفاعل معه يعني فدي كانت الفترة اللي موجودة في يوم من الأيام يوم على ما أذكر الخامسة مايو 2005 كان الدكتور أسامل أريان داعينا على الفطار عنده في البيت على جام بنحضر كان فيه مؤتمر صحفي بعد يومين للأستاذ عاكف في الشغلانة اللي احنا عملها دي فبنشوف المضامين والحاجات دي وهو عنده زوجته بتعمل معروفة إنها بتعمل فلافل يعني طعمية جميلة جدا فقال تعالوا بقى نفطر طعمية ونوضى بالموضوع كنا أربع أشخاص يعني ما الواحدة دي مكانش أكتر من كده يعني فوق هي أنا وإحنا عاديين ولسه حتى ما بدأش الفطار يبقى الحضراش نفطر حتى باب البيت بينفجر إحنا عاديين زي ما إحنا عاديين لوقتي كده وتلاقي في انفجار في باب البيت ودخول عدد كبير من القوات الخاصة على المنزل يعني عشان يدخل يقتحموا البيت فجروا الباب فجروا الباب يعني مثلا كممكن يضربوا الجرس ونطق يعني يدخلوا يعني رسل ما فيش حاجة كنت حتبتحهم يعني كان معتبرين الطعمية في قنابل صحب ما احنا قلنا بأكيدة تنظيم الطعمية نسا كنا بيسمينه تنظيم الطعمية معايا كده وانيتها جات يعني انا كنت سعادة بقول يا رب احنا لست حتى مفطرناش يعني تبكرة نفطر الاول راحت عليكم الطعمية راحت عليكم الطعمية فالمهم يعني كان منظر غريب جدا حتى كان معنا احد يعني الزملاء كان جاب بنته صغيرة عندها ثلاث سنوات ولا حاجة وشاهدت الموضوع ده وحتى بتقوله بابا بارك مدحكة بابا بابا هما دولي اليهود وإحنا رفين لا لا حبيبتي دولي اليهود أولاد عمهم طبعا دخلين يعني دخلين يعني كل واحد فيهم مئة وتسعين سنتيمترين على الآل مغطين وشوهم لبسين اسود ننجا وعملين بقى يزعقوا بتاعه وقفوا أعمل فيه بتاعه فأنا سبحان الله نزل علي هدوء غريب جدا رغم اول مرة حياتي اتعرض لموقف زي ده ولا افكر ولا كنت حتى افكر ممكن يلقى القبض عليني انها دايما مش طهل شغل عام ولينا كده قدر من الاحترام حتى في جهزة الامن فيعني ما ايه الواحد بعيد عن القصة دي يعني مش تنظيمي وبتاع فمع فكان لكن لكن ساعتها جالي هدوء غريبا باكس الحقيقة دكتور عصام دكتور عصام بتنرفس جدا وتعصب وهو كان جاء الراجل كان من مباحث امن الدولة معروف بقى في الجيزة كان جاي يطلع يعني بيشرف على العملية فدكتور عصام بقى يزعق فيه مين اللي حيصلح الباب اللي انتو كسرته ده يا دكتور عصام ده بايه دلوقتي يا عم خلينا نشوف قديسه الباب والراجل التاني راخل بتاني يتعصب يا جماعة اسكوته فالراجل بيقول لي الراجل مكانش يعرفني يعني الراجل ده كان من اهم مسؤولين امن الدولة في الجيزة فقالي تومين بقى حضرتك كان بحاولة هدي الجو بينهم فقالت له انا فلان قال لي اه اه دكتور بقى انت وقعت اخيرا ومش عارفين انت كنت فين ونخبي نفسك عننا يعني ان انا قاعد بقى في حاجة تنظيمية يعني وهم متصورين يا راجل انت عام العام كده وخلاص يعني الان هم قابضوا عليك متلبس بالجريمة طبعا بالجريمة ان احنا عاديين بننتظر ان احنا نفطر طعمية هم يبدو انه كانوا متصورين لانه ساعتها كان في دعوة لمظاهرات اكبر شوية في يوم الجمعة ده كان ستة خمسة هو جمعة يمكن شكوا انه انتوا قاعدين بتحضروا للمظاهرة صبت كده هو ده كانت تصور لانه هم جايين بقى قالوا بقى احنا هنعمل جابوا معهم اثنين رؤساء نيابة من رؤساء نيابة امن الدولة مصورين صحفيين وقوات يعني مئات يعني يوصلوا اكتر من الف وكده متصورين بقى اعداد واحنا عاديين بقى بنوضب ده كل واحد فيك وجاي يقبض عليه مئتين وخمسين عنصر حاجة يعني لو كانوا الف ممكن اكتر يعني فيه ناس في الشارع وقوات مختلفة يعني شوفنا ده لما نزلنا يعني لكن اللي طلعوا البيت طبعا طلعوا يعني العمارة كلها وفتحوا كل الشواء وقبضوا على الناس وحتى جي واحد من الناس اللي مسكوهم كان من جران دكتور قصام طلع لهم ده انا من الحزب الوطري وطلع لهم كرنيل لم يليش دعوة مش عارف ايه فالمهم يعني ايه كانت حاجة كبيرة جدا وبسكونة وروحنا يعني ساعتها على طول بحية مروحناش لما ابنى مباحث امن الدول حاجة روحنا على طول على نيابة امن الدول فواضح ان هما كانوا مرتبين انه الموضوع يبقى قانوني جدا وانه تبقى حاجة فيها تلبس وبحس تتحول لقضية ممكن القضية دي بقى فيه احكام وحاجة زي كده نظرا اللي ظنوهم ان ده ترتيب لعمل كبير لكن طبعا ما كانش لنا ايه علاقة بهذا الموضوع المظاهرات فعلا تمت يوم الجمعة في نفس الوقت ده بعد صلاة الجمعة اللي كانوا بيرتبوا لها رتبوا لها وعملوها يعني ما لهاش ايه علاقة يعني هما كل دول جوم عندنا وسبوا اصلا القصة اللي كانت شغالة هناك يعني طبعا كانت حاجة صادمة جدا بس الشيء اللافت بقى انا التجربة دي الحقيقة يعني طبعا يمكن حتكلم عليها شوية تجربة السجن ولكن اتحكمتوا لا 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 احنا ما انا هقول لها دكت ازاي بتتم الموضوع يعني لكن انا يوم ما روحنا طبعا احنا تحت احنا في عهدة القوات الخاصة دول يعني وهم لما وصلنا هناك بعض منهم قلع بتاع اللي هو لابسينه وقفوا بقى يحرصونا واحنا وقفين في يعني مستنيه كان يوم الجمعة ومستنين بعد الصلاة لما يجوا بقى رؤساء النيابة وبتاع فبدأ يعني واحد بيدردش معه واحد شباب بقى كلهم كتب يا ابني ايه اللي انت بتعملو ده قال لي والله دكتور ما يعني ما نتأخذوناش والله انتو ناس محترمين وكده بس انا والله احنا ما نعرف احنا راحين نقبض على مين ولا نمسك مين احنا يعني هم الجماعة بتوقع خاصة احنا جايين في مهمة تعالوا بنيجي وبنروح يا سلام اه فقلت له طب انت انا شايفكو يعني الناس وهم داخلين يعني وعملين وكذا وانا الحمد لله الواحد كان هادي فوقفت لكن افرض احنا مثلا الواحد كان نتعصب شوية ولا عامل رفع قال لي احنا طبعا قال لي بدون تردد قال لي لو شوفنا مثلا حركة واحد بيجيب حاجة من جيبه شكينا ده مسدس حاجة زي كده حندهم اوامر كده قال انه هو طبعا بيخاف انه حد بيقاومه بالسلاح هو متضرب على كده هو مش عارف انه راح لاخوان ولا عارف انه راح لمين وطبعا فوقي لما لقى لازلينة يمكن بيرولهم ان هدولة بتوع مخدرات ولا بتوع عملاء لا لا هو بكرمه على ارهابيين وكذا يعني هو كلامهم راحين عشان ارهابيين بس بس طبعا هم نفسهم اتفجأوا لان اقول حقيقة من الكلام معانا يا دوك احنا مكناش فاهمين كده ومعاش سامحونا احنا يعني خوفناك وقلقناك بس اقول حقيقة يعني برضو في حتة انسانية كده الواحد لما بيكلم مع الناس دي الناس دي اولا مغيبة جدا عن الوقت على فكرة هدولة هدولة المساكين هم الذين يزجوا بهم وهم وقود هذه النار طبعا طبعا يعني هدولة اللي بيقتلوا في الهجوم وفي العمليات عناصر مساكين هدولة صحيح يعني وبيتحولوا مع الوقت بيتحولوا الى الموضوع بيتحول الاثار وبعد وطبعا بيصل بقى ان هو ممكن يبقى خلاص هو بالنسبة له اللي قدام هدول الارهابيين حقيقي وانه يعني فبيتحول الى اداة قتل فعلا لكن ابول حيك ساعتها يمكن ما كانش لسه الموضوع طبال ورقوي هم متعودين على الارهابيين فعلا اللي كانوا او بيقوم بعمليات عنف في هذا الوقت لكن هم لما شفونا قال لك ده ايه ده يعني هم نفسهم كانوا بيستغربوا يعني ايه ده كله يعني جايين عشان اربع اشخاص عادين بيفطروا فبتايت بقى دردش معات يمكن ساعتين ادردش معا قال لي بص يا دكتور والله احنا عارفين انكم ناس محترمين جدا وكده بس احنا مش واثقين انه عندكم تصورات عشان تعرفوا تديروا البلد ازاي فيعني احنا نخاف طبعا ان البلد قلتولي انت تسفضل تسايبها في ايد مبارك والموادين قال لي اه انا معاك ان فيه فساد وفيه كده بس دول يعرفوا يديروا الدولة وهم احسن من غيرهم يعني احسن اللي نعرفه المثل المشهور عندنا في مصر اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش تقول يا ابني نعرفه طب حاول تعرف اللي انت ما تعرفوش تقولوا بقى احنا عندنا احنا في النادي كنا بنعمل كذا وندوات ونطلع وحاجات ورجال كلهم اساس الجماعات اللي هوا اصلا برضو حكومة مبارك ما يكون لا اساس الجماعات يعني ما هو بس دول بقى ايه يعني انا الكلام عن اساس مخلصين عندهم تصورات مخلصة غرقة تغييرية وشال المهم بقى عنا فهو بيقول لي والله دكتور يعني عذرني بس قال لي والله احنا عايشين حياة يعني صعبة جدا والله هو بيقول لي والله انا عائلتي ما تعرف انا بشتغل ايه يعني هم اللي يعرفوه بيقول لي زوجتي مسلا عارف ان انا زابط بوليس لكن ما تعرفش ان انا بعمل ده ولا انا في قوات خاصة ولا انا عمليات دي وانا ببقى كل مرة خارج رايح مهمة مش عارف حاجات من هذا النوع مأساة والله طبعا مأساة وهو انت بيشوفك وبحين لما قعد يتكلم انا طبعا القصد هتكلم معاه علشان هو يحس اكتر انه تتكلم مع ناس طبيعية وناس مخلصة فتكرس طبعا هذا الوضع هو كان شاب يعني محترم يعني واضح يعني فالمهم انه ده كان ملابسات وجابها التحقيقات بدأت ومش عارفه طبعا الكلام فارغ يعني بعد ما بنروح بديبته التحقيقات محضر التحريات بتاع امن الدولة ما باحث امن الدولة بتدي ييجي لان هم اصلا مش عارفين مين اللي هيحضر فما قدرواش يكتبوا المحضر اللي لم يكتبوا اسامي الناس فده جي مسلا تاني يوم يعني المفروض اللي هو على اساسه اطلع امر ضبطه احضار بفروض قانوني عشان يضبطونا بفروض ضبط فلان وفلان وفلان علشان فيه معلومات انهم بيعملوا كذا فهم لا عارفين بيعملوا كذا دي ايه ولا عارفين فلان دول مين اصلا انهم داهموا الشقة ولا يعرفون من فيها طبعا هم هم هيعرفش عرفهم وانا بقول حقيقة الراجل بتاع امن الدولة ده اصلا ما كانش يعرفنا انا ما شفنيش لانه هو ما لاش علاقة بالشغل العام بتاع نادي عضاء التدريس هو ماسك عمليات ماسك الاخوان في المحافظة بشكل عام يعني فكان العملية الحقيقة يعني غريبة جدا فيش اي نوع من انواع القانونية كنا في الاول بدأنا احنا الاربع اشخاص اللي كان قبض عليهم هذا اليوم ثم بعد كده بدأ طبعا حصلت المظاهرات في اليوم ده في كذا مكان سواء في الجيزة او في غيرها فتوالت عمليات القبض لغاية ما وصل الاف من الاخوان ومن يعني حولهم يعني هذه كانت حملة اعتقالات كبيرة رئيسية جدا وهما كان يعني القضية بيحاولوا يبنوها ان احنا الاربع دي هي قيادة التنظيم بقى ده تنظيم عشان ايه يعني تعطيل الدستور وهدم الدولة والكلام ده والانتمائي لجماعة مخالفة للقانون والحاجات دي بحيث ان هما يعملوا قضية كبيرة توقف المد بتاع الحراك الكبير اللي كان موجود او تحاول ان هو يعني حاولوا يساوموا بها او كده خلينا نفت فاصل قصير وبعدين نشوف ايش حصل معاكم طيب نرجع اعتقلوكم واعتقلوا مئات اللي لم يكن الاف غيركم ثم ماذا حصل احنا رحنا سجن مزرعة تورا اللي هو دايما المكان التقليدي في هذا الوقت اللي كان بيحبس فيه الاخوان طبعا في الاول هي فيه سيستم كده في السجن ان هو يعني فيه تجدير ان ان انت موجود محبوس في المكان انت محبوس فيه ما بتخرجش خالص لا يوجد اي زيارات غير مسموح يعني بحيث في الاول بتخش وهي بالطول المدة كم بتستغرق تقريبا بالنسبة لنا يعني قالت حوالي تهات اسابيع بالنسبة للطبع على فكرة انا الحقيقة على فترة السجن دي يعتبر كأن حضرتك رايح مسلا تنزل في الهيلتون مقارنة باللي بيحصل دلوقتي يعني يعني اللي انا بقوله ده كله كل التفاصيل اللي حقولها دي كلها تعتبر خمس نجوم بالنسبة للوضع الموجود حاليا فطبعا تجدير كبير انت بت يعني ظروف سيئة مكان رديئة واحنا مش عارفين طبعا ايه اللي هيحصل بنروح كل شوية كل يوم او كل يومين نروح يعملوا ايه التحقيقات بتاعت امن الدولة وكيل النيابة نروح نعود نشرب وده استمر الحقيقة فطرة الخمس شهور كلها لتقريبا اللي حبست نعود يعني اخش قاعد معا كل واحد فينا بيروح لواحد معين يعني من رئيس نيابة فالرجل اللي بحب يستقبلنا كويس جدا اهلها بالدكتور طبعا يعني حد تقريبا يعني قد يعني اخوك الصغير او يمكن ابنك وتاخد اساس جميعي فهو بيعملنا باحترام تفضل سريح في الجلعة اهوة مش عارف ايه ويقعد يسأل شوية اسئلة في الاول بعد كده بقى توقفت الاسئلة ويطلع قرار بالحبس تجديد الحبس خمسة عشر يوم فمرة من المرات تقولوا يا ابني انت يعني حتى يعني ما انت ملكوش اي انت شايف انه ما فيش حاجة يعني يعني فقال لي بص يا دكتور الموضوع موضوع احنا ليس لنا اي يد فيه لقرارات الحبس ولا الافراج ولا الحاجة ما يقوم به هو مجرد روتين قال لي احنا موظفين فحضرتك ما تطلبش من اي حاجة انا باخد تعليماتي من النائب العام والنائب العام بياخد تعليماته من رئيس الجمهورية وده قرار سياسي فحضرتك احنا ليس لنا اي دخل في هذا الموضوع ممتاز صراحة يعني تعالي في حاجة بتطلع تنشع علاقات كده كله ازمان بتروح وبعد يبتدي بقى يسألك طب انتو رأيكو ايه مثلا انت بالاقتصاد يتصلح ازاي مش عارف الراجل بقى عايزي دردش شاف مع استاذ وكذا وفاضي فيقعد بقى ايه دردش واحنا بندردش برضو معا فموضوع بيتحاول لموضوع اجتماعي بقى شوية يعني ببقاش يلا هو تحقيق ولا برضو دي كلها امور زي بروح ايكو مختلفة عن اللي بيحصل دلوقتي يعني في محمي ما فيش معامي كلها امور شكلية المحمين اللي موجودين معانا محمين كل دورهم ان هما بيتأكدوا من بعض الاجراءات احوالنا المعيشية ترتيب الزيارات للأهل مثلا لنا في السجن كده لكن مفيش بقى دور في الدفاع عننا وانه وانه هو بيقول لوكيل الديابة مثلا ايه الحاجات اللي تضض الاتهمات دي وقالها الكلام ده كله يعني شغل يعني زي بقون سيستم كده معمول واحنا ماشيين فيه في بايبلاين زي ما بيقول فالموضوع ده انا بالنسبة لي بقى فترة السجن دي الحقيقة فترة ثرية جدا جدا من اكتر الفترات في حياتي ثراء يعني خمس شهور خمس شهور تقريبا طبعا كانت تجربة جديدة اول بعد الفترة القاسية اللي في اول ثلاث اسابيع بعد معدد فبقائنا روحنا في ظروف افضل احنا كان الاربعة بيعتبرونا يعني قيادات فكنا ايه واخدين معاملة يعني اعلى شوية من بقيت اخواننا يعني حطينكم في الجناح الملكي احنا كنا قاعدين يعني احنا اربعة قاعدين في عمبر في اخرين في خمسين واحد يعني اربعة في مقابل من في خمسين واحد وستين واحد قاعدين صحيح يعني نسبيا اوسع برضو من اللي بيحصل دلوقتي لكن برضو مكدس عشان مسلا يخش الحمام عشان عملية صعبة جدا حتى لما كانت فتح الابواب كانوا ييجوا عندنا عشان يخش الحمام اللي عندنا في الغرفة بتاعتنا انه طبعا بس برضو لازالت ظروف مش رحنا بعد كده بقى انتقلنا الى مكان تاني مكان طبعا انضف لانه هو كان في مسجون اخوان لفترات اطول محكم عليهم في قضايا عسكرية وقضايا كده فكان الاخوان مجهزين ومكويس في يعني دولات ميا نظيفة معقولة في مثلا حصير مفروش على الارض حاجات من هذا النوع يعني واحنا كان نصبنا كقيادات يعني حطونا في زنزانة كان فيها عدد من اللي كانوا بيكملوا حكم عسكري في القضية العسكرية اللي كانت قابلها ساعة الفين وواحد دقريبا فكان فيه الدكتور محمود وزلان اللي اسكر منهم دكتور محمود وزلان الاستاذ طهر عبد المنعم دكتور عبد المنعم البرباري الحج ماجد الجمل يعني هم كانوا خمسة الاخ وسامى بوشدي هم دول الخمسة اللي كانوا موجودين واحنا الاربعة رحنا اتحقنا بيهم وطبعا عشان يكملوا راحوا جايبين معنا كان الدكتور محمود عزة تعتقل ايضا بعدنا كام يوم فرحوا جايبينه معنا وحطوه في الزنزانة على اساس ان هو راجل القيادة يعني فيبقى في الزنزانة اللي هي البرحة يعني فظروف طبعا كانت ظروف كويسة نسبيا اخوانا اللي قاعدين اللي محكوم عليهم دول قاعدين في بعض منهم جاي بجهاز تليفزيون مثلا طبعا متفرجش غير على ما فيش القناوات للقناة الاولى والتانية وكده الزنازين بتفتح سبعة صباحا الهورة بتفتح سبعة صباحا لغاية المغرب فبنقدر نطلع ونتماشى برا سجن مزرعة التورا الحقيقة فيه امكانيات كويسة يعني فيه بعض الخضرة فيه ملعب ينفع يتلاقى فيه كرة قدم فيه ملعب ينفع فولي وكده فكان فيه يعني رياضة وزي بقول حقيقة الظروف ساعتها كانت مختلفة خالص عن الظروف دلوقتي فكانت الواحد حياته كانت منضبطة جدا بمعنى انه احنا عاملين حسابنا طبعا كانت الزيارات مسموح بيها فكل يوم حد فينا جاهل وزيارة فبيجيبوا على قد كل الغرفة انها تيكفيها يعني العشرة اللي موجودين هنا يقولكوا اكل يعني اكلة فطبعا احنا كل واحدة بقى بتعمل ملازة وطب علشان ايه تكرم الناس فكان فترة تغذية محتربة واحنا كنا بنعد احنا الصبح الفطار عندنا جبن وبيض يعني الروح ايك ظروف مختلفة خالص فما كانش الحقيقة ما كانش عيشة قاسية يعني كانت عيشة كانت بالعكس كانت منضبطة جدا يعني احنا نفتر معاد فطارنا تسعة ونص صباحا وبعدين بناكن مرة تانية ساعة ستة ونص معاد العشرة فقط يعني هم دولوا وجبتين وقابل تسعة ونص دي معظمنا بيطلع يلعب رياضة على اساس كده ساعة مثلا بيطلع يرجع يقدش ولا حاجة ويبقى ايه يجهز للفطار من ساعتها بقى لغاية ستة ونص كل واحد بيعمل ليه انشطة معينة نقعد مع بعض حاجات كده ونقعد مع ناس تانية زي ما احكي الحقيقة الوقتي وانت بتقفل باب الزنزانة نقعد بقى بالليل ايه نتكلف امور مختلفة برضو حتترق لها فالساعة 11 بتفقين بنطفي النور على اساس ننام يعني ننام بدري اساس بالنس حبق مثلا فوسط الليل صلاة الليل او صلاة الفجرة او كده يعني بيتحايا منضبطة جدا لفترة شهور يعني بهذا الروتين اللي انا بقول لحديتك فالواحد صحته انضبطت وكان رياضة على طول واكل جميل وبتاع فكانش فيه اي مشاكل الحاجة التانية الكويسة انه برضو الوسط اللي الواحد بيتحامل معاه كله هم ناس كلهم محترمين فلا واحد بيسمع كلمة وحشة ولا بيسمع مثلا حد بيسمع حد يعني مافيش معاكو في المعتقل هذا مافيش الا الاخوان لا هو في كان فيه عنبر يعني سجن كبير مزرعة الترة فيه عنبر مثلا فيه ناس من جماعات اخرى جماعة بسر الجهات المسجونين من فترات طويلة وفي بعض الناس برضو ممكن يبقى واحد ولا اتنين بسر زنازين انفرادية مش معا مش مختلط معانا من برضو اللي تغيرتوا في بعض الجرائم اللي فيها عنف جنانيهم احكام مسلا عشرين سنة وحاجات وحاجات زي كده من الجماعة الاسلامية او الجهاد او كده لكن العنبر واحد ما ينفعش يبقى فيه اختلاط برضو في بعض الحتت فيها مسجونين جنائيين المسجين الجنائيين دول هم جزء منهم بيعملوا نوع من انواع المساعدة لنا يعني في مقابل يعني لان احنا طبعا هناك بنتعامل بمتعاملش بأموال بنتعامل ببونات بيسموها بوني فدولة مثلا يشلك الكرسي وانت راح الزيارة يجيب الشنطة وانت جاي يعني حاجات من هذا النوع ينظفوا مثلا حاجة دول جنائيين يعني اساسا المسجونين جنائيين ناس غلابة اصلا ومعظمهم الحياة بتبقى في ايه قضية انه هو كان عليه واصل امانة مثلا بمية جنيه ياخد حكم ثلاث سنين عليه دين ما سددوش حاجات من هذا النوع يعني برضو كان معانا الحياة ودي كانت فترة ملفتة جدا في نفس العنبر كان في مجموعة لا بأس بيها من رجال الاعمال والمسؤولين السابقين اللي كانوا في قضايا كان في قضية مشهورة اسمها نواب القروض وكان عدد من الوزراء السابقين كان معانا مثلا مرحوم توفيق عبد اسماعيل من الناس المشهورة كان في المهندس حسامة بالفتوح من الشخصات المشهورة جدا اللي كانت في الوقت ده كانت موجودة معانا كان وغيرهم كتير حقيقة في القضايا دي وكانت علاقتهم كان هما دايما وكان المشهور مهر الجندي اللي كان محافظ وكان ناب عام ومحافظ وغيرهم كانوا مسؤولين كبار وفي ايه ليه سجلوا هما في قضية ساعتها مشهورة اسمها قضية نواب القروض اللي هما في تواطق ما بين أو القضايا بتقول كده يعني ما بين بعض النواب البرلمان ورجال اعمال وناس في البنوك ليه انهم ياخدوا القروض والقروض دي يساء استخدامها طضايا فساد يعني حاجات زي كده اه اه وهي كل دول بعد كده يعني اخدوا براءة وتصالحوا وخرجوا يعني من الله لكن الشاهد بقى انه كذا حاجة اولا كل الناس اللي شوفناهم حالهم بينصلح بشكل غير طبيعي في السجن مهانس حسامة فتوح مثلا من الناس اللي كان معروف عنه انه راجل يعني ايه يعني بتاع بازاجه بتاع و وليه علاقات وحاجات زي كده هو نفس كان بيقول يعني حقيقة انضبط جدا في السجن وبقى مواظب على الصلاة وكانت اصرته بيجيله كل اسبوع وحاجة وهو نفسه كان وصلاة الفجر وحاجات زي كده يعني اه وغيء وكلهم يعني هتلاقي ايه كتير جدا طول الوقت بسكين المصحف بيقرأوا قرآن وطبعا كانوا بيكلموا معنا الحاجة الحقيقة هم كان احنا كنا بنلمس ثقة كبيرة فينا يعني دي كان حاجة برضو من حاجات الملفتة سواء منهم او من زباط المباحث اللي موجودين في السجن او من المخبرين يعني فيه نوع من انواع ايه يعني الاحترام شوية في الموضوع كانت ساعتها الوضع مش زي دلوقتي الحقيقة خالص يعني اه يعني حتى يعني حتى بتاع امن الدولة اللي هو ظابط امن الدولة الفروض ظابط امن الدولة على فكرة بيبقى ملازم اول او نقيب وهو ده اكبر واحد في السجن يعني اكبر حتى من مأمور السجن اللي هو لوة او عميد يعني هو اللي بديه تعالى رغب انه هو اصغر منه كتير يعني لكن كونه امن الدولة خلاصي بقى انتقل فكانت الامور حقيقة امور يعني في الوقت ده بقى كان فيه وقت كتير للواحد يعمل حاجات كتيرة جدا كل واحد بقى الحاجة اللي ما اشغل بيها يعني انا شخصيا يعني بدأت او شرعت في تحضير مقرر انا كنت على وشك المفروض ادرسه وكان محطوط على مكتبي مثلا بقى له ثلاث سنين وملحقت فعملته وحكى لي مع المقرر ده لانه مهم الحقيقة مقرر عن اخلاقيات المهنة لما اتيجي مرحلته بعد سلاتين كده ولا حاجة كبير طبعا قراءة كبيرة من الحاجات المهمة التعامل الواحد مع اسرته طبعا ده كان مأثر جدا على ليلة زوجتي وتلات بنات وهما يعني اصلا هما استوقت معي مرتفع شوية ومشوغدين على البهدلة دي وروح السجن والتفتيش والدخول وغيره يعني فكان الاول فيه نوع من انواع الصدمة وهما حتى مش فهمين هو ايه يعني اللي بيحصل يعني كله 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 سبب الطعمية كله سبب الطعمية طب ما نعمل طعمية عم في البيت وخلاص لكن مع الوقت بدأ بانه الزيارة لما كانوا بيجوا دائما مرة في الاسبوع وكنا بنعود احنا الاربعة وده طبعا كل الزيارات يعني بنعود بنعود نتكلم على شؤوننا وأحوالنا أحوالنا في السجن وأحوالهم هما برا وكان فيه بقى الزيارة ممتدة مش زي دلوقتي عاديين سوا هم جايبين حاجة بنعود نفتر مع بعض مش عارف ايه ونتجازب اطراف الحديث انا حتى بعد ما خرجت انا فاكر طبعا حقيقي عارف الحقيقة بقى ما الواحد بالعافية لما بيجمع الاسرة اقولهم يا ولادي يعني احنا عشان نعود مع بعض نازم بتسجل عشان نعود نعود تسوا يعني لأنه فعلا كنا كان فترة سريع جدا كان عندي بنت في سنوية عامة وبتحكي لي عن المادة السنوية العامة ووحدة كان مش عارف في الهندة يعني قصة ففي الفترة دي الحقيقة كان فيه اقتراب كبير جدا مع الاسرة طبعا انا كنت بحاول اخفف عليهم الموضوع وكان الطريقة اللي انا طلعت بيها انه خلينا نشوف كل واحد يكتب ورقة يجيب ورقة ويكتب فيها النعم والمزايا اللي حصلته من هذه المحنة ولما نتقابل المرة الجاية نشوف الحاجات دي مع بعض فجوم المرة الجاية انا كنت كاتب ورقة يعني الورقة الحقيقة اتملت وقعد تقسمها كده وبتاعة عشان تاخد تستوعب كل اللي انا عايز اكتبه هم ما عملوش كده يعني وراء ورأيتهم قلتونهم يعني يعني هم مش شعرين انه في نعمة اه اه ايه اللي بيقولوا ده اخد بالك ازاي فانا حاليك الورقة دي فضلت عندنا بعد كده في البيت يعني لسنين طويلة زوجتي كات محتفظة بيها وكل ما بيبقى فيه ديق او مشكلة او حاجة زكية تقوم بطلع الورقة دي واتفكرني بيها يعني انه انه ايه اللي بيبقى من وراء الابتلاءات والمحنة اه بقى سواء بقى قسمها محاور بقى العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي الواحد اقرب وازاي بيشعر بالصلاة اكتر وازاي بيقرأ قرآن ويحفظه وكده علاقته مع الناس المجتمع اللي واحد عايش فيه مهنيا انا بدأت تكتب وقالف التحول بعد كده المشروع كتاب مش عارب يعني كتير جدا من الاحنا نفسنا كأسرة اقتربنا من بعض بس طبعا ده مرتبط زي موت حيك بالظروف اللي كانت موجودة في هذا الوقت اللي هي لم تتكرر يعني كان ده الفايف ستارز بتاع طبعا مفضل ربنا على الواحد وفي الوقت ده على الاخوان طبعا جزء ليه يعني السؤال طبعا كان ليه ده لانه فيه اوقات قبلها يعني كان فيه محاكة بعسكرية وفيه تغليز كتير وحتى السنة اللي قبلها كان فيه بعض الاخوة الاخوان يعني مش عذبوا وده كان طبعا يعني قليل في الفترة دي وفيه احد الاخوة توفى في عربية ترحيلات بعد ما يعني اتخبط فيها وكده وكانت قصة كبيرة يعني يعني كانت الظروف كانت أصعب من كده بكتير يعني طب ليه في الفين وخمسة بالذات كان هذه المعاملة طبعا كان سايد في الوقت ده انه ان مصر دخل على مرحلة مختلفة من الانفتاح الديموقراطي والسياسي وده صاحب كالعادة صاحب وجود جورج دابلي بوش في رئاسة الولايات المتحدة جورج دابلي بوش وكاة وزير خارجيته كونتوليسة رايس كانت سياستهم المعروفة طبعا من ساعتها انه الارهاب اللي بتتعرض ليه الولايات المتحدة او بتتعرض ليه العالم السبب الرئيسي فيه هو الدكتاتوريات اللي موجودة في البلاد المسلمة وبتقمع الناس وبالتالي بيخرج من دي بيخرج من ده الناس ما بتلاقيش طريقة غير العنف والارهاب انها تحارب به الانظمة والعالم وشايفين ان امريكا بتدعم ده فبيروح يعملوا ده يعني ده ده المفهوم اللي كان سائد عند كونتوليسة رايس وجورج دابلي بوش وبالتالي كانوا بيتبنوا سياسة الضغط على الحكومات لتغييرها لكي تتبنى مش تغييرها يعني انها تعمل تغير من سلوكها ان يبقى فيه نوع من انواع الانفتاح حتى السوري او الشكلي بحيث انه مايبقاش المجال منغلق بهذا الشكل طبعا ده مختلف حتى عن يعني يعني مش كل جمهورين زي بعض يعني ده ده كانت توجه جورج دابلي بوش ده غير مسلا عن ترامب واللي هو بيقول انه مافيش تدخل يعني احنا ايه اللي يخلينا تدخل في الدول الاخرى اللي يبقى ديكتاتوري يبقى ديكتاتور واللي يقمع يقمع احنا ملناش دعوة امريكا ملناش دعوة وكلام منت فدي كانت جورج دابلي بوش طبعا ده كان بيضغط على الحكومات اللي هي بتبص الامريكا اللي هي الدعم الاول لها يعني وكان في يعني المجتمع كله كان بدأ يبقى فيه حراك وبالتالي كان فيه ادراك انه لازم الموضوع يكون يكون بهذا الشكل طبعا سياسة مبارك كانت احكم بكتير من دلوقتي هل بقى دي طبيعة المرحلة ولا طبيعة مبارك نفسه لكن انه هو كان مدرك انه غلق المجال بشكل كبير جدا سيؤدي الى انفجار الاوضاع وهو كان حريص في الوقت ده انه يبتدي بجدية مشروع التوريث بتاع جمال مبارك يعني بدأ التفكير والتخطيط له جمال كان بقى ابتدى يبقى ليه بعض النفوذ انا يمكن نسيه تقول ان احنا في جزء من الحاجات اللي عملناها واحنا في نادي عضاية التدريس من الامور مرة فوجئنا بدعوة جايلنا من جمال مبارك عن طريق الدكتور مفيد شهاب اللي كان وزير التعليم العالي ان مجلس ادارة النادي يروح يقابله في مكتبه في المنزل سنة 2004 طبعا ما تقوليش بقى حضرتك ايه يعني هو ايه صفة جبال مبارك طب يدعو النادي ليه كل دي امور شكلية لانه هو وهو ملوش صفة يعني في الدولة ولا لكن طبعا كل الناس عارفة انه ده دلوقتي بيعدل التوريث هو رئيس المقبل هو هو بيحاول يعد نفسه لده فهو في اطار انه هو بيلمع نفسه بيعمل علاقات عامة ويستكش في الدنيا فبي هدي الدعوة قبل السجن ايه دي 2004 زي ما اذكر يعني وكان فيها بقى دكتور مفيد شهاب وكان فيها الدكتور حسان بدراوي وكان فيها دكتور محمد كمال لهم كانوا من القريبين من من جمال مبارك وهو طبعا رغم ان يدول يعني يعني دول كلهما سادزة يعني مفيد شهاب اصلا اساس كبير لكن هو اللي كان مسك القاعدة وإحنا طبعا يعني حديك لما بتشوف الدخلة لا دخلة رئيس يعني هو داخل بشكل بيدينا الانطباع بينقلنا الرسالة اننا الرئيس يعني هو قاعد هو اللي مسك القاعدة وابن العدين بتكلم بقى في الإصلاح ولازم نعمله طب انتوا رأيكوا ايه يعني هو بيحاول ياخد الامج انه هو راجل جاي بفكر جديد وده كان ساعة الشعار حتى اللي بيستخدم وده هذه ظاهرة تكررت اكثر مما كان كان برضه سيف الإسلام القذافي يعمل نفس الشيء طبعا كلهم قريين على فئة واحد زي ما بيقولوا فهو كان بيحاول يسوق نفسه بهذه الطريقة انه هو راجل متفتح راجل اصلا بانكر متعلم بره مش عارف ايه هو عايز ومدني وهو حريص انه يسمع وجهات النظر كلها يعني معاناة انه هو هيكون احسن من ابوه هو هو بيقولش جايه طبعا طبعا ده يعني لازم نفهم ان ده كان ليه دور كبير جدا في يعني انحياز الجيش ضد مبارك فيه او ضد المشروع ده انحيازه لمقيل الانحياز للثورة لان هما اساسا كانوا ضد طبعا مشروع التوريز علشان لا ينتقل الحكم لاي مدني حتى لو كان جمال مبارك فالمهم يعني كانت الاجواء عموما في هذا الشكل كلها اجواء يعني مفروض يعد فيها او يمهد فيها لوجود جمال مبارك فما ينفعش انها تكون فيها يعني شد كتير وقمع كبير وكذا فدي كانت الرؤية اللي موجودة فعلا كنا مدركين من منظر كده ان احنا هنقعد شوية وحنخرج يعني لكن احنا فيها عدة محطات يعني بتيجي رسائل ضغط على قيادات الاخوان اللي برا انه لو فيه لو الحراك زاد لو حاجة زي كده الناس اللي موجودة دي دي مش هتخش بقى هتاخد ثلاث سنين وخمس سنين لا دي احكام عشرين سنة وفيما حاكم عسكرية وحاجات من هذا النوع لكن برضو كان واضح ان الموضوع ده يعني مش مفرع من مضمونه فالفتر دي استمرت لغاية تقريبا سبتمبر منتصف سبتمبر 2005 وجدكوا افراج وجدنا افراج بقى بالتدريج يعني بدأ بالتدريج الافراج طبعا انا حاب بس اقول علشان بس ما بديش انطباع انه يعني اندوحك انه عايش في جن شوف حقيقة كل هذه الامور والراحة والامور اللي جابية اللي انا ذكرتها بس كان فيه شعور انا بتذكره كويس لما كانت ساعة سابعة بالليل يتقفل باب الزنزانة كان الواحد بيشعر بالانطباط وانطباق على نفسه بشكل غير طبيعي غير مبرر رغم الواحد قاعد في مكان واسع جدا يعني احنا عنبر كبير وفيه سرير يعني نايمين على سرير وفيه زي ستارة كده الواحد ليه خصوصية شوية يعني مجرد الشعور بالأسر انا بسمع انا مش حر ان انا قوم طالع زي ما انا عايز كده وقوم خارج من الباب وخارج فانه كان بتعمل حقيقة يعني احساس عميق والواحد كان يستنى امتى حيفتح الباب ساعة سبعة صباحا عشان يخرج مش كالواحد لما الناس اللي الوقتي اللي موجودة بتقعد في حبس الفرادي لمدة 23 ساعة ونص في اليوم وعشان يخرج في ترويد جو داخل العنبر مش حتى في الهوى برا لمدة نص ساعة لفترات طويلة وساعات بيتمنع وما بيشوفوش اهلهم يعني مقارنة بلا انا كنت بقوله وده كله حاجة حقيقة شديدة قصوى يعني رغم الظروف اللي انا حكيتها لكن برضو موضوع حبس الحرية ده موضوع الحقيقة يعني ليه تأثير نفسي كبير جدا هو الفرق الفرق اتصبت هيالي بين المرحلتين انه النظام مبارك كان عاوز يعمل كنترول يعني عاوز يحدد حجم الاخوان والليفل اللي ممكن يتحركوا فيه بينما النظام الحالي هو جاء باجندة مختلفة تماما هو جاء باجندة استئصال صحيح وهي الاجندة هي اجندة ابو ضبي يعني هو مكنة من الانقلاب حتى يستأصل هذه الجماعة صحيح قاد يكون اللي كانت تؤذن باستلام المنطقة كلها صحيح وطبعا ده فارجة وهاري يعني طبعا بدون شك لكن برضو لازال انه الواحد بيبقى شعر انه هو قاعد عاجز ولا يستطيع عمل شيء ملامح مثلا لاقطات انه قبل مخرج بحاجة بسيطة كانوا سماحولنا ان احنا نقعد نروح نصلي المغرب في المسجد يعني اول ما احنا كان دايما قبل المغرب وكان ساعتها مثلا مغرب الساعة مثلا سبعة كده اولا حاجة فلقنا صلينا للمغرب طبعا طولنا في الصالة علشان الواحد يستمتع باكتر يعني فهنا خرجين انا فجئت خرجت من المسجد كانت دينيا بدأ التليل ففجئت ان انا بقالي خمس شهور ما شفتش الليل ده كان حاجة جات شوش صفر حديتك انه انا خرج من المسجد انا مكنش على بالي الموضوع ده فلما بسطت شكل السماء فجئت ان احنا بالليل والمسجد كان داخل مسجد داخل وحيط السجن طبعا انا مش برا مسجد داخل وحيط السجن مسجد كبير وكذا وصلي فيك جمعة لكن كل انشطتنا كانت بالنهار مش اي حاجة بالليل فلما خرجت وفجئت بالمنظر ده قلت سبحان الله يعني النعمة دي ان الواحد يشوف الليل يشوف السماء وهي الدنيا ليل والواحد اصلا هو عايش حياته الطبيعية المنظر ده بيعدي عليه على طول ولا بياخد باله منه ولا بي وانا اصلا حتى كنت بفكر فيه مسلا حاسنا انا متشوق ليه انا محستش بديه غير لما شفته لقيت انه ايه ده الليل يعني حاجة يشوف عليك المنظر الجميل ده يعني مجرد من جوه السجن وشايف عملية الحقيقة شديدة القسوة يعني اللي بيتعرض لها السجين مهما كان ظروفه ميسر وداخل السجن لكن برضو يعني بشكل عام الحمد لله كان موضوع ايجابي ابتدى كان يبقى فيه ضغوط كبيرة نادي عضاية تدريس هدد كان يدخلين على الدراسة وكان فيه كلام انه هيتقامل مؤتمر كبير لانه كان فيه عدد من اساس الجامعة طبعا من ضمن الناس المحبوزة من ضمنهم انا كنت نائب رئيس النادي وقالوا هيعملوا مؤتمر وكنوا داخلين بقى على بداية العام الجامعي وده ممكن يبقى فيه مشكلة كبيرة في الجامعات فحتى خرجنا انا وزميلي اللي كنا اساس الجامعة من المجموعة تي خرجنا قبل الدكتور عصام الاريان والزميل الرابع يعني خرجنا قبلها بحوالي شهر لانهما كانوا خايفين ان احنا يعني ان وجودنا استمرار وهم كده كده مقررين ان احنا هنخرج بس هو بيحب يأخرك لاخر الست شهور اللي هي الليمت بتاعة الحبس الاحتياطي في وقتها هو حبس الاحتياطي وكان يجدده يجدد كل 15 اليوم بس بعد 6 شهور لازم بقى يبقى فيه ترتيب تاني قانوني طب بمناسبة انه افرج عنكو سنتوقف الان لانه انتهى وقت هذه الحلقة بس انا في الحديث الحلقة القادمة ان شاء الله جميل ان شاء الله اشتركوا في القناة